السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم النهاردة بإذن الله دخلنا المعرضي بتاع التنجيد عشان نعمله تنجيد للركنيات اللي عملناها من الطب طبعا دخلنا المعرض باسم الله ما شاء الله معرض ابو يوسف الماجيك ده موجود عندنا في البلد في الغنيم كل الأشكال وكل الألوان اخترنا الوان وبعد كده دخلنا على الاسفنج الاسفنج والتكايات طبعا واخد بالك وتوقلنا على اللائح ديبنا تكايات حوالي باسم الله ما شاء الله حوالي 12-11 تكايم وبعد كده ديبنا الواحة السفنج الواحة السفنج دوت واخد بالك الطول بتاعي الطول بتاعها كم؟ الله ما صلى على النبي مترين في العرض كم؟ العرض يا أبو حمودي 120 هنا السفنج دوت الكسافة بتاعتها 28 والتخونة بتاعتها 10 صندق جطعناها طبعا جطعناها على مساحة كم الارتفاع حوالي 40 صندق وشفت النظام التقديع طبعا خد علامات وطبعا في السكينة بتاعت التقديع والمسطرة وشدنا المسطرة معانا طبعا المعلم محمد الماجك وبدأنا نقطعه دوي عبارة عن التقيات اللي بتتحط من وراء المسانج نقطعنا اللوح وبعد كده دخلنا عاد على الكسافة دي اللوح الكسافة بتاعتها 30 صندق الكسافة 30 صندق الارتفاع بتاعتها حوالي 12 صندق اللوح دوت الفرخ منه عامل 1600 جنيه يعني ما بلغ فعامنا دي هو نظام السفينت كده هي غالي كده ده عبارة عن هي دي الشلتة اللي تبقى من تحت اللي بيتجعد عليها كويس طبعا معانا المعلمين بسم الله ما شاء الله معرض الماجك ابو يوسف هنسيب لكم رقم التلفون اللي عازي تواصل معاه ويفهم منه اي حاجة اللي عازي يعمل انت شغل بسم الله ما شاء الله الراجل محترم الى بعد مما اتوقع يعني الراجل يشكر يعني عمل معانا احلى واجب طبعا هنا الفروخ دي بتاعت المساند بتاعت مسنر يعني بتاعت المساند فجبناها الكسافة بتاعتها كام تمانية وعشرين وجطعناها ربعين سنتين المساند ربعين سنتين ارتفاعها ممتاز جدا اللوح الفرخ من دوة عامل حوالي تقريبا الف ومية طبعا الاسعار كويس ممكن واحد لحك في الاسعار كانت رخيصة ممكن كل شوية ايه اتزيد طبعا المساند هنا رحنا ايه جسامناه نصين شفت الجطع يا باشا الجطع حلوة بالسكين والله بسم الله ما شاء الله ايه الله ينوى كده احنا بسم الله ما شاء الله جطعنا اه السفند وبعد كده دخلنا على الكماش ابو يوسف الماجيك راجل بسم الله ما شاء الله محترف دي واخد بالك اجماشة الملاية دي تبطيق الشالطة اللي هي بنقعد عليها يعني جفّلني طبعا ابو يوسف بسم الله ما شاء الله يجفل اللي بتاعتها بعد كده نبدأ ايه اتركب بالضبط كده هنا دي نعاد عمل الكيس بتاعي ويبدأ نركب ايه التركيب بتاع الكيس طبعا المجهسات متاخدة وكل حدا ما حسوبها بالملة تبدأ تركب ايه ليس فنت دي تبطين احماية ليه احماية ليه غير الويش لسه الويش هنشوفوه بعدين وبعد كده بدأنا بس في في التخييط ده عجبتني جدا الله المعلم محمد الماجيك ما شاء الله عليها برينس في في الخياضة الخياضة دي خلي بالك خياضة مجلوبة يعني مش اي حد يارف يخيضها انا شخصيا اني اعرف انخيضها يعني بس طبعا عاقوانا عشان طبقوا عارفين كل المندين اعمل فيديو والناس تقول انت يا بحمولي دخلت على الصناعات كله وما تخليش حد ديك العيشة معاك فعشان كده انا ما اتضررت ان انا ما اعملش همش وقلت خلي الناس تاك العيشة كده يعني ده اول حاجة نعملها واخد بالك ايه نسيب ناس تعملها يعني بس انا عشان ما ما عنديش مكان خياض انا لو عندي مكانة الخياض اخلي بالك انا كنت عملته بس يعني ايه تعمل ايه بعد كده دخلنا عاد للكسوة بتاعت المسنج دي المسنج بتاعنا طبعا وده دي املاي خلي بالك الكيستة بتاع الكيس املاي المتر بتاعه مش عارف ابو يوسف قال لي بحوالي عشرين تسعداشر جنيه تقريبا المتر بتاعي وتتجفل كده وده حال ممكن تعملها خلي بالك وممكن ما تعملياش بس انا قلت نعملها يعني وتعملها عشان خاطر يا بجاة احماية للمسنج للتقايات المنورة والخياضة بس الخياضة حلوة على باتنا يعني الله ينور عليك امعلم محمد والله فنان في التخيض دي واخيرا دي اخترنا الجموشة دي شفت لما دخلنا المعرض انا اخترت الجموشة دي ليه اخترت الجموشة دي بحمولي انا كده حاسس ان الجموشة دي هاتي وساري ده اسمي جلد مجلوب الجموشة دي جلد مجلوب المتر بتاعها فيه مننا تجيل وفيه مننا خفيف ايبدأ من خمسة وسبعين وسبعين وتمانين والاسعار زي ما انتوا عارفين ممكن على لما تروح تشتري تلاجيها وصلت تسعين ممكن تلاجيها وصلت مية هنا اه تركيب السوستي خلي بالك شغلانة التنجيد دي يعتبر الفنيات كلها هتلاجه في الخياضة بحيث ان انت هتعمل الخياضة يا باشا تطلع معاك مزبوطة بالزبط مطلعش في واسع مطلعش دايجي هو ده الفكرة يعني فهنا طبعا تركيب السوستي عشان خاضر لما تيجي تركيبها واتطلحها طب جهة سهلة معك وبسم الله ما شاء الله طبعا لازم نقول بسم الله ما شاء الله اخوان انا يعجبتني طبعا هينا هتخش على تركيبها الكسو definite تراكيب بسم الله الله اكبر عملنا الكسوعة لبتاعة المجعد حلوة حلوة كده اعلان اخو LOOK احنا كده جهازنا الركنية بتاعتني احنا كلنا بنينا الركنية وعملنا فيديوهات بتاعت طوب وازاي انت هتعمل الركنية وهنا عملت السوستة طبعا جفلة السوستة وشفت هنا باشا الفكرة السستة تروح تنزلها كده للنص فكرة جهنمية والله عشان تبقى سهل هنا المساند التقيات المنورة طبعا ايه هتركبه اللبطاني وبعد كده الخياضة زي ما احنا كده شايفين وبعد كده ايه نبدأ ايه نعملوا الكيس بتاعي ابو يوسف جهز الكيس اه بتاع الخياضة اه طبعا ركب السستة وكده ادهز الكيس يلا الراكب وعد المساند بتاعني طبعا اللي كماشة تيه موشة ممتازة جدا ده اسميه جلد مجلوب جلد مجلوب جلنا المتر بتاعها بحوالي تمانين جنيه بس حاجة نظيفة جدا واخد بقى شفت البسم الله والالوان خلي بالك الالوان السادة هي التوب التوب انا شخصيا يعني مش بقتنع حاليا غير بالالوان السادة يعني بعد العقل اللي كنت نعمل عون دي والوان مش عين فيه طلع كل ده كلام فاضي فاللون السادة جميل جدا هادي كده ومروح للنفس واخيرا اخيرا اللهم لك الحمد والشكر احنا كده جحزنا يا جحزنا المساند خش على التكاية انا عجبتني جدا التكاية وغير بالك ازاي بيعملوها يعني جطع كده وراح وراح جزها نصيا خش على الماجيك الصغير اهو يوسف ما شاء الله عليك يوسف بعد كده اخش هنا على التكاية وبعد كده تبدأ اتخيط تخيطة يا اخي هو الشغلانة كلها فن في الخياضة يعني بص اه عدبتني جدا مشوار الخيطة بتاع التكاية هو عمل عمل الدايرة وده واخد بالك ايه الوش بتاعي وبعد كده يبدأ ايه عمل السوستة تركيب السوستة اهو الله ينور يا باشا الله العظيم ما شاء الله عليكم يعني تسلم اللي دي وبعد كده يبدأ يلفه حلو الكلام الله تمام مش اي اي يعني مش مش يعني انا لو دي تلفها ممكن توسع مني تلوك مني لكن اللي هو متمرس ايبقى فيها من كل حدي وهو شغالت حس ان الصنع سهلة جدا وهنا عادي الجفلة التاني عادي طبعا الناحية دي ما مجصهاش اه اللي تجصت اللي فيها السوستة لكن دي تكفلة كويسة جدا ودي طبعا التكاية ايه عملنا لها وش برضه بس مش مستهلة ان احنا نخيطه من ناحية دي والما ناحية دي جفل على دون جفلنا يا باشا وكده بسم الله ما شاء الله كده جفل السوستة والله ما لك الحمد والشكر احنا كده يا باشا الله ما لك الحمد والشكر كده جهزنا يا الفرش بتاع الركنيات دي المسندين هنجفلوا المسندين مع بعض ودي ودي الركنة الفرشة بتاعت الركنية من الاسفل وكده بس نحط التكايم وكده ان شاء الله بإذن الله الفيديو القادم تشوفونا بإذن الله وإحنا نبnder الشو الركنيات من الألف لليجر آهَ طبعاً عندي منكم فيديو الركنيات من أول مبدأنا بالضب من الضب ومن أول مبدأنا محاره وسيراميكا مك وصلنا للفرش النهاي طبعاً الفيديو اللي جاي إن شاء الله هاتشوفوا الفرشة كاملة كده بإذن الله. ده المنظر بتاع الركنيات بتاعتني. آه Denis اللون هاهري كده وجميل إن شاء الله الواحد مرتاح لكده يا مساكلش لا أحد يبلي عليها ويقول لأبو حمود اللون بتاعك تعبان لأهوة زي الفول كلي وانشان انظر الفيديو بتاعنا اكون اعجابكم شكرا للمعلم ابو يوسف وشكرا للمعلمين اللي يعملوا معنا احلي وانش الله ينوره معلم محمد الله ينوره هناك الله ينوره ابو يوسف حبيبي